موسيقى حياكم الله نتحدث الآن عن ما هي الأسباب أو ما هي الجوانب التي تجعل الكثير من الناس المهتمين بموضوع التخطيط يتشككون في نتائق التخطيط يعني لما تتسأل كثير من الناس تقول لك أخي دل ليش ما تعمل خطة مثلا أو ليش هذا الموقف الاعتراضي من الخطات أو لماذا أنت لا تساند تنفيذ هذه الخطات فيقول لك والله يا أخي الخطط هيش سوت لي والخطة هذه مضي عن الوقت فلماذا هذا الإحساس موجود لماذا بالرغم أهمية التخطيط هذه التي ذكرناها لماذا عند البعض نقطة أو وقفة تحفظ على نتائق التخطيط الحقيقة هناك أسباب كثيرة جدا وحصرها الكثير من المختصون يعني في كتبهم وفي أطروحاتهم العلمية أنا حاولت أني أنا أتعرف على هذه الأسباب من خلال بعض الاستبانات وبعض الدراسات واستعنت أيضا ببعض الأحصائيات الموجودة فمنها أول حاجة عندما يكون التخطيط هذا مجرد شعارات يفشل التخطيط عندما يكون مجرد شعارات وأغلفة جميلة وصور وأرقام وأشكال يعني بحيث أنها تصبح كما نقول مجرد أحلام ملونة وأوراق متطائرة فكثير من الناس يقول الله إحنا عندنا خطة الاستراتيجية ويأخذ هذا الموضوع مش أنه يعني الخطة هذه سوف تعمل على نقله من واقعي إلى المستقبل وإلى الأهتاب لا وإنما هي نوع من أنواع المفاخرة ونوع من البرستيج أننا عندنا خطة وخطة استراتيجية وخطة تشغيلية فعندما تكون الخطة مبنية بهذا الشكل على الدعاية وعلى الإعلان وعلى ما يسمى أننا سوف نعمل وتكون عندنا أغلفة وكتب وألوان ومنحنيات وجداول جميلة فأعتقد أن الخطة أو التخطيط يفشل لأنه ليس له أي محتوى حقيقي وإنما هي أشكال أيضا يفشل التخطيط عندما تقوم المنظمات بوضعه لمجرد الحصول على موارد تمويل من جهات معينة يعني هناك بعض الوزارات مثلا لما تضع الخطة هي الخطة ليست لكي تنفذ ما الذي تريده وإنما لكي تحصل على المزيد من الدعم من جهات التمويل فهذا أيضا عندما تكون الخطة التسجيلية أو الاستراتيجية معدة من أجل الحصول على الجانب المالي أو الدعم المالي أو الحصول على مكاسم معينة ولا يعكس طبيعة ولا يعكس حقيقة الحاجة إلى التخطيط فأعتقد أيضا أن التخطيط سوف يفشل ولن يؤتي نتائجا أيضا عندما يكون التخطيط هذا نسخ مكررة من خطط سابقة أو من خطط من جهاد نظيرة تعمل في مجالنا أني أنا والله أنسخ هذه الخطة سنة السابقة وأضع الخطة هذه وأغير فقط يعني اسم أو أغير يعني سنة الخطة فعندما تكون هذه الخطة مجرد يعني نسخ ولسخ للتخطيطات السابقة والمستنسخة وغيرها وتكون يعني فضفاضة وأهداف مائعة وأهداف غير محددة وهي لا تعكس الواقع فكثير من المنظمات خططها لما تقرأ هذه الخطة تجد التحديات الموجودة ونقاط الضعف والقوة التي يريدون أن يتغلبوا عليها في القرن الحادي والعشرين هي تسكن في القرن التاسع عشر فيذكر لك يعني تحديات ما عادت موجودة يعني في أسوأ أنواع الشركات هذه هي النقاط القوة هذه النقاط الضعف ما عادت موجودة في أسوأ أنواع الشركات فما بالك بشركة يعني معقولة فهم يضعون أهدافا يعني تناقش يعني مشكلات يعني الأمس أو مشكلات الماضي الغابر ولذلك نقول يعني إحنا هدفنا في التخطيط ليس نحن مشكلات الماضي خلاص ماضي هذا عدى استفدنا منه وأخذنا منه التجارب ولا ينبغي يعني العيش فيه ولكن نرجع إليه نرجع إليه لكي لا نقع في نفس الأخطاء لكن يعني ما نعيش في هذا الماضي ونخطط للماضي لا نحن نخطط للمستقبل فكثير من الخطط أيضا تفشل لأن الناس هؤلاء يعني يأتون بخطط مستنسخة وخطط مكررة فقد يغيرون بعض الجداول بعض الأرقام وغير ذلك كذلك عندما تكون هذه الخطة تحتوي على أهداف لا تعكس الحاجة ولا تعكس المشكلة الفعلية مع الأطراف ذات العلاقة فأيضا تكون عند ذلك عندنا مشكلة في موضوع الخطة وهنا الخطط لن تأتين بنتائجها ولن تحقق أهدافها أيضا من الأمور التي رأيت أنها تسبب يعني مشكلة أنهم يعاملون التخطيط الاستراتيدي معاملة التخطيط التشغيلي وينفذون الخطط الاستراتيجية بأدوات وأساليب التخطيط التشغيلي دنيا التخطيط الاستراتيدي مختلفة تماما عن دنيا التخطيط التشغيلي هذا له أدواته وله أدواته ولكن لأن الناس يعني يرون أساليب التخطيط التشغيلي سهلة وبسيطة ولا يعرفون غيرها فيطبقونها على التخطيط الاستراتيدي أيضا عندما تكون هناك مؤشرات من الأمور التي تؤدي إلى عدم نجاح الخطط أنه لا تكون هناك عندنا مؤشرات للقياس ومعايير للتقييم يعني أنا كيف أعرف مثلا أن في مثلا الربع الأول احنا حققنا نتيجة بنسبة كذا في المجال المالي أو في المجال الجودة أو في مجال مثلا السمعة أو في مجال الربع الربحية في أي مجال مجالات أهدافنا كيف أستطيع ما هي يعني المراحل التي قطعناها وهل الذي قطعناه هو يتناسب مع طموحنا ومع ما كنا نريده ولا هو أقل من ذلك وبالتالي إذا ما عندنا المعايير للقياس وما عندنا مؤشرات يعني يمكن الرجوع إليها فأعتقد أن الخطط أيضا يعني لا تنتع ولذلك أي خطة لا نضع لها مؤشرات قياس أو معايير التقييم هي خطط غير قابلة للنجاح وبالتالي إذا غابت المعايير وغابت المقاييس طبعا ما الذي يحل محل ذلك يحل محل ذلك الإرتجال والعشوائية واللا موضوعية والإكتهادات الشخصية والتجارب المنقطعة ويبدأون مقارنة يعني النتائق التي تحققت من خلال يعني النتائق السابقة ومن خلال نتائق الجهات أو منظمات نظيرة أنت يعني ما تقارن واقعك بواقع الآخرين أنت كان عندك أهداف تتناسب مع واقعك أنت مع تحدياتك أنت مع نقاط القوة نقاط الضعف التي موجودة عندك أنت وبالتالي يجب أن تكون عندك بنفسك معايير تتناسب مع طبيعة عملك مع مجال عملك ومقاييس أيضا يمكن من خلالها يعني الحكم على درجة النجاح ونسبة تحقق النجاح يعني التي وصلنا إليها فهذا أيضا رأيته سبب رئيسي من أسباب عدم نجاح الخطة من الأمور التي أيضا مهمة في موضوع عدم نجاح الخطة الاستراتيجية في كثير من الوحدات أنهم لا يفرقون ما بين الرؤية والرسالة الرؤية هي مجموعة الأهداف بعيدة المدى الرسالة هي التي تعكس أسباب وجودك في فرق كبير جدا لما نقول رؤيتي ما الذي أريده ورسالتي لماذا أنا موجود فتقد نفس الكلام الموجود في الرؤية هو الموجود في الرسالة نفسه بس يش مغيرين الكلام وتقد الرؤية هذه طويلة جدا ورسالة طويلة جدا وعريضة جدا والله أحيانا تقرأها يعني في نصف صفحة تقريبا أو أكثر من ذلك فتحتوي على كلمات كثيرة وتكون كلمات مكررة وكلمات فضفاضة وكلمات يعني هكذا يعني ليس لها معاية تقييم وليس لها معاية مؤشرات قياس نسعى إلى تحقيق أفضل خدمات وأحسن خدمات وأعلى جودة وكذا وكلام من هذا سهل لماذا لأنهم يعني لا يفهمون ماذا تعني كلمة الرؤية وماذا تعني كلمة الرسالة فالرؤية هي مجموعة الأهداف بعيدة للمدى ماذا تريد أما الرسالة لماذا أنت موجود لماذا أنت موجود فهذا مهم أيضا في موضوع التخطيط لماذا يفشل أيضا يفشل التخطيط عندما يعني تتدخل القيادة في كل التفاصيل الدقيقة أو الإدارة في كل التفاصيل الدقيقة وتمنع هذا وتحجر على هذا ومع أن التخطيط كان في البداية مؤسس على نقاش وحوار وهناك فريق عمل سوف يقوم بوضع الخطة وهذا الفريق العمل له حرية يعني كبيرة جدا في رسم المسارات وتحديد يعني مجالات العمل وما الذي سوف نعمله وما هي الأهداف التي سوف نصيغها لكن لما نأتي إلى التنفيذ تأتي الإدارة بتدخلات كثيرة جدا إلى درجة أنها تقتل هذه الأهداف وتخلق هذه الأهداف فعندنا للأسف الشديد كما نقول يعني ديمقراطية الحوار وديكتاتورية القرار فإحنا في الحوار ديمقراطيين ونسمع للآخرين وماذا يريدون ونتفق على ذلك لكن لما نأتي إلى التنفيذ ما يمشي إلا كلام الذي هو يعني بيده الأمر أو بيده المال أو بيده يعني ملكية الشركة فكثرة التدخلات الموجودة من قبل الإدارة سوف يعمل على عدم إنجاح هذه الخطة من الأمور التي وجدتها أيضا تعمل على فشل التخطيط أن لدى هذه المنظمات إرادة التخطيط لكن ما عندهم إدارة التخطيط لما نقول التخطيط يساوي الهدف زائد الخطة فالهدف ماذا نريد؟ فالهدف هذا يعني إرادة التخطيط فهم يريدون التخطيط عندهم نية للتخطيط عندهم رغبة للتخطيط لكن للأسف الشديد ما عندهم الجزء الآخر وهو الخطة والخطة ماذا تعني؟ الخطة تعني يعني كيف نحقق هذا الذي نريد إذن إدارة التخطيط فحتى يكون عندنا تخطيط ناجح يجب أن يكون أول حاجة عندنا نية وعندنا إدارة يعني عندنا إرادة التخطيط ثم إدارة التخطيط وإدارة التخطيط هذا الحقيقة يأتي من خلال ما يسمى بالإدارة الاستراتيجية فكثير من المنظمات عندهم خطة جميلة ورائعة ومشرقة ومدروسة ومحكمة ومبنية على الأسس ومنهجية ولها معايق قياس ولها مؤشرات ولها ولها ولكن ليست لديها إدارة استراتيجية تعمل على تبني محتويات هذه الخطة وتحويل هذه الأهداف إلى نتائج ولذلك نقول الفرق بين النتائج والأهداف الهدف هو نتيجة مخططة أما النتائج هي أهداف محققة فلما نأتي في الخطة نحن نضع الأهداف بمعنى النتائج المخططة لكن لما تأتي في التنفيذ الإدارة الاستراتيجية هي التي تحول تلك الأهداف التي عرفناها بأنها النتائج المخططة تحولها إلى ماذا؟ تحولها إلى أهداف محققة فالإدارة الاستراتيجية هي التي تضع يعني الأساليب وتضع الإقراءات وتضع يعني الخطوات اللازمة وتتبنى مسار طويل نفس ماراثوني طويل لتنقل هذه الخطة طوال السنوات التي وضعتنا أجلها فعندنا للأسف شديد خطة استراتيجية لكن ما عندنا إدارة استراتيجية أيضا من الأمور التي يعني تتعلق بموضوع عدم نجاح الخطط لماذا لا تنجح أيضا اعتبار الكثير أن الخطة الاستراتيجية هي العصة السحرية التي تحل كل مشكلات الإدارة هناك مشكلات متأزمة وهناك مشكلات مرحلة من الإدارات التقليدية الروتينية السابقة وهناك مشكلات يعني خارقة وهناك مشكلات تتعلق بالجانب التنظيمي وجانب التقني والجانب البشري وكثير من المشكلات نحن لما نضع الخطة نقول سوف نعمل من خلال هذه الخطة على إزالة كل تلك المشكلات لا التخطيط ليس عصة سحرية لحل المشكلات وإنما هي أداة جيدة أداة منهجية إذا استطعنا أن نحدد ما هي المشكلة وما هي تأثيراتها وما هي أسبابها وما هي أبعادها وكيف هي تشكل لنا نقطة ضعف أو كيف تشكل لنا نقطة تحدي أو تهديد عندها يتم الحقيقة يعني الوصول إلى حل أما أن نضع التخطيط ثم نقول سوف يعمل التخطيط على تحقيق الأهداف ويحول كل مشكلاتنا إلى واقع جميل وواقع حالم ووردي فهذا ليس بصحيح لأن التخطيط لو وضعناه في يد إدارة سيئة فإنها تفشل التخطيط التخطيط إذا وضع في يد قائد غير قوي غير شجاع فإنه لا يستطيع أن ينهض بعبائه ولذلك احنا تحدثنا بالشيء الكثير من التفصيل في الصفات القيادية وفي العلامات القيادية وذكرنا أن القائد يملك الرؤية ويملك الهمة العالية ولديه روح التحدي وعشق الريادة والشجاعة هذا لماذا؟ لأن التخطيط إذا كان جيد وضع في يد قائد ضعيف فإنه لا يستطيع أيضا أن يحقق النتائج أيضا من الأمور التي تجعل التخطيط لا ينجح هو أننا نضع التخطيط لمجرد أننا نريد أن نضع التخطيط فيكون الهدف من التخطيط هو التخطيط التخطيط هذا ليس هدف بمعنى آخر إذا أي منظمة تستطيع أن تحقق أهدافها من غير التخطيط فأرجو أنها لا تعمل تخطيط يعني مثلا أنا لو أستطيع أن أرتب نفسي في المجال الاجتماعي أو في المجال الديني أو في المجال المالي أو في المجال الدعوي أو في المجال الإعلامي أو في المجال التدريب أو في أي مجالات حياتي من غير ما أضع الخطة وتكون النتائج يعني جيدة وتصل إلى مستوى توقعي فأنا ما محتاج إلى الخطة لأن الخطة نحن نلجأ لها لأنها وسيلة لكن هي الحقيقة بعض الناس يعتبروها يعني الخطة هدفي ذاته أيضا من الأشياء التي تجعل التخطيط هو طول الفترة الزمنية المستغرقة في التخطيط يعني بعض الناس يقول لك ما هي الفترة الزمنية للتخطيط والله يعتمد إذا كان الخطة مثلا يعني سنة واحدة فالتخطيط هنا يكون ما بين شهر إلى شهر ونصر أكثر حاجة وهذا كثير جدا وإلا هو المعيار أنا عندي الحقيقة ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إذا كان الخطة التشغيلي أما الخطة الاستراتيجية لخمس سنوات فتحتاجنا ربما إلى أكثر من ذلك ونحتاج إلى شهرين أو ثلاثة أشهر فلما نضيع حوالي تسعين في المية من الفترة الموجودة عندنا من السنة أو من فترة التخطيط في التخطيط ونضع عشر في المية في التنفيذ فهذا أيضا من الأمور التي تجعل التخطيط يفشل بقيت عناصر كثيرة جدا يمكن نذكر منها عندما يعني يتم تبني التخطيط على ديمقراطية الحوار ودكتاتورية القرار هذا لها تفاصيل كثيرة جدا ذكرناها لكن أن التخطيط هو لا يعكس آراء الجميع أن التخطيط لم يتم فيه مشاركة الجميع أن التخطيط وضع من خلال دماغ واحد الدماغ الرجل الأول هو الذي وضع هذه الخطة وتفاصيلها وأهدافها ولم يتم بناء التخطيط من الأسفل إلى الأعلى وإنما من الأعلى إلى الأسفل التخطيط الحقيقة حتى يكون ناجح يجب أن يكون مبني من الأسفل إلى الأعلى وآخر نقطة أيضا نذكرها وإن كانت نقاط كثيرة عندما يكون التخطيط فقط كأداء لإطفاء الحرائق وإدارة الأزمات وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ففي هذه الحالة أيضا التخطيط لن يأتي بثماري لأنه يتم اللعب فيه في الوقت الضائع والوقت الضائع الدائما الحقيقة تكون فيه النتائج غير آمنة وتكون الأحداث فيه يعني متسارعة ونكون في حادث الطوارئ فالتخطيط لا نستطيع أن نوصله أو نستطيع أن نصل من خلاله إلى الأحداث التي نريدها وهكذا إحنا تحدثنا الآن في الخاتمة عن موضوع ولماذا يفشر التخطيط وذكرنا أسباب كثيرة موضوع التخطيط جميل وموضوع التخطيط مشوق وكان عندنا يعني رغبا نتحدث بشيء تفصيل أكثر ولكن لأن الحديث ليس عن التخطيط في ذاته وإنما عن التخطيط كدور من أدوار القيادة فتحدثنا عن هذا الدور وهو دور القيادة في قيادة التخطيط بقيت معاني أخرى سوف نكملها إن شاء الله في اللقاءات القادمة إلى ذلك الملتقى سعدت بلقائكم أتمنى من الجميع أن يكون يعني مستفيد ومستمتع من هذه الأطروحات التي نقدمها ما كان من خير وتوفيق فمن الله وحدي وبفضله وما كان من نقص فمنه ومن الشيطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته